خاليلوزيتش المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش يفاجئ المغاربة بتصريحات مؤسرة عن حكيم زياش ويعلنها أمام الملايين أخطأت في حق زياش كثيرا وسأذهب إلى لندن لإحضاره بنفسي إلى منتخب الأسود منتخب أسود الأطلس تفاصيل نارية تفاصيل حصرية مش هتشوفوها تماما إلا من خلال قناتكم زياش عند حكيم لفرز فعلشان كده انزل بقى ساعد الحلقة دي في الانتشار أكتر وأكتر بلايك للفيديو وانضم لينا وانضم لعلتنا زياش عند حكيم لفرز وفعل سر الجرس ويلا بينا إلى التفاصيل خاليلوزيتش اليوم قبل مباراة المغرب وأمريكا المباراة الودية اللي بنتمنى كلنا التوفيق للمنتخب المغربية وتقديم مباراة طليق بالقرى المغربية خاليلوزيتش أكد بأنه سيذهب بعد انتهاء مبارتي جنوب إفريقيا وليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة سيذهب بعد انتهاء المبارتين إلى لندن لعقد جلسة تاريخية لإقناع حكيم زياش بالعودة إلى المنتخب المغربي وأكد وحيد خاليلوزيتش بأنه سيقاتل ولن يعود إلى الأراضي المغربية إلا وفي إيده الساحر المغربي حكيم زياش كذلك وحيد خاليلوزيتش قال اعتذر لزياش فقد أخطأت فيه كثيرا ولكن لجلعيون المغربة يا زياش نبدأ صفحة جديدة نبدأ صفحة بيضة نبدأ صفحة التتويج بالبطولات والإنجازات مع المنتخب المغربي رسالة قوية من خاليلوزيتش لزياش والقورة ملعب زياش إن شاء الله حب المغربة لزياش هيكون هو السبب الرئيسي للصلح مع الخاليلوزيتش اشتركوا في القناة